بعيدا عن السياسة ينتظر اللبنانيون ولادة الحكومة الجديدة لتكمل ما بدأته حكومة استعادة الثقة اقتصاديا فما أنجز من مؤتمر روما إلى سادر فبريكسل بحاجة إلى متابعة لناحية الإصلاحات ثم إطلاق المشاريع الإنمائية في الكهرباء والاتصالات والمياه والبنى التحتية الاقتصاد إذن أولوية رأيي في عنوانين عنوان النائب النفس هو العنوان الأبرز بالسياسة والموضوع الاقتصادي وبالتحديد خلق فرص عمل وإصلاحات أنا عم برجع ذكر أكثر من مرة إصلاحات 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 التزمنا فيها إصلاحات أمام المجتمع الدولي إصلاحات أمام المستثمرين إصلاحات للحد من الفساد وإصلاحات إدارية واقتصادية واضح العنوان وأنا أعتقد بأن الشق الاقتصادي سيكون الشق الأبرز في البيانة الوزارة الممتين أربعة ركائز أساسية للاقتصاد حملتها ورقة لبنان لمؤتمر سادر لما لبنان رأى على مؤتمر بريز هو التزم هو أدم وثيئة التزم فيها بأربع ركائز أساسية بحب تذكر المشاهدين فيها لأعتقد كما ذكرت أنه لح تكون ركائز أساسية بالبيانة الوزارة أولا قال لا يمكن للاقتصاد أن ينهض إلا من خلال برنامج استثماري طموح بالبنى التحتية إعادة تأهيل البنى التحتية هي مقدمة أولا لإشراك القطاع الخاص بهذه المسيرة الاقتصادية واثنين لحتى البلد يكون منتج اثنين الركيزة الثانية إصلاحات قطاعية وإصلاحات هيكلية وأهم إصلاح مالي بشكل أنه العجز في المالية العامة ينخفض 5% خلال 5 سنوات قادمة والركيزة الرابعة هي أنه خلق فرص العمل لا يمكن أن تنجز إلا من خلال تفعيل القطاعات المنتجة بلبنان وأيضا تفعيل قطاعات جديدة بالإنتاج المحلي فهذه هي العنوين للبيانة الوزارة بالحكومة القادمة إلى مرحلة جديدة يمضي لبنان عين على السياسة وعين على الاقتصاد للنهوض بالجمهورية من جديد